اشتركوا في القناة شحنة للأبناء بعد موته فلا يكون هناك تحلل لوالدهم ولا شيء من هذا القبيل تجاه ذلك الشخص الآخر هذه لها ممكن أسباب أحيانا مثلا يعني يمكن ما نتنازل ما نتنازل نذهب إلى فلان وفلان الذين ظلمهم الميت ونقول لهم لو سمحتوا تنازلوا لأن فيها عملية ترجي توسل أحيانا إحراج قول الله بس محرج كيف نقول لهم لو سمحتوا كذا طيب لو قالونا لا ما نحن نمسامحين طيب لو قالوا على الأقل أنتم حاولتم يعني هذا في أجر بر الميت أنتم حاولتم حتى لو رفضوا لعلنا إذن فضيلة الشيخ وكما أخذنا الآن مسألة حق الله عز وجل وأيضا حقوق العباد ننتقل إلى مسألة مهمة وهي أيضا حقوق الميت على ورده حقوق الميت نفسه على ورده حقوق الميت نفسه طبعا هذا تشمل مثلا تغسيله تكفينه الصلاة عليه الدفن وأولى الناس بغسل الميت وصيه الذي أوصى له يعني قد يقول الميت أوصى أوصي أن يغسلني فلان نعم نعم طيب إذا ما كان ترك ما ذكر وصيا له يلي تغسيله فإن الأولياء هم حق بالتغسيل يعني لو يتنافس الناس على التغسيل أولياء حق لأنهم أشدوا شفقة وأعلم بالميت وأستر ثم الأقرب فالأقرب طيب كذلك من حق الميت التكفين مهما يترك هكذا يعني وتكون قيمة الكفى من ماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرما كفنوه في ثوبيه ويقدم تكفينه وأجر الغاسل والحفر والدفن على الدين والوصية والإرث وإذا لم يكن له قيمة الكفى فتجب قيمته على الورثة يجب من هم أصوله وفروعه أوصى بكفى معين معتاد فعلى الورثة تنفيذ الوصية كما صنع سعد بن بيقاص رضي الله عنه حين أوصى أن يكفن في جبة صوف كان لقي المشركين فيها يوم بدل فكفين فيها طيب ماذا من حقوق الميت أيضا الصلاة عليه هذه فرض كفاية فمن الأحق أيضا أولياؤه الأقرب فالأقرب لأنهم أشفق عليه وأجدر بالدعاء له طيب ثم يحمل الميت ويدفن فهذا أيضا فرض كفاية من الأولى بإدخاله في القبر الوصي قد يكون أوصى قال مثلا يدخلون في قبري فلان نعم فإذا وجد ورضي وقبل فعلى ذلك هو الأولى وإلا أقاربه وكذلك عليهم اجتناب البدع هذه من أخطر الأشياء سبحان الله العظيم نجد الآن في الواقع أن بعض الناس في الموت يرتكبون من البدع في الجنائز وبعد الموت ما الله به عليم فبعضهم يفرشون الموائد ويصنعون الأطعمة وكأنه يعني عرس والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات جعفر أبي طالب قال اطعم أطعم آل جعفر طعاما فإقد أتاهم ما يشغلهم راه أبو داود حديث صحيح فالطعام لمن للمي لأهل الميت ولمن نزل عليهم مثلا الأقارب لهم جاءوا من سفر نزلوا يعني ضيوف هؤلاء نعم لا عموم المعزين لا عموم المعزين كذلك من حق الميت يعني الدعاء له والاستغفار وهذا أكثر ما ينفع وبعض الناس يخترعوا أشياء ويقول نقرأ له أربعين مر ياسين ونعمل له ختمة ونسوي له يا جماعة الدعاء بالمغفرة والرحمة يعني الميت الآن بحاجة لماذا بحاجة لماذا لمغفرة الله ورحمته فلذاك نحن نطلبها له نأخذ الأمور المختصر إلى الشيء المشروع مباشرة والنبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من دفن عثمان لما فرغ من دفن بعض أصحابه وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وهو حديث صحيح يعني فضيلة الشيخ يعني لم يرد في مسألة مثلا القراءة على الميت قبل أن يصلى عليه يقرأ عليه شيء من القرآن ورد في ذلك شيء الدعاء بالمغفرة والرحمة والله هذا أهم ما ينفع الميت الدعاء بالمغفرة والرحمة وقد أوصى عمر بن عاص وهو في سياقة الموت ابنه قائلا فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قدر ما تنحر جزور ويقسم طبعا الصدق عن الميت هذا ما فيه شيء ما فيه شيء حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي رواه مسلم فإنهم لو الآن بعد دفنه يجلسون يدعون له مثلا أو يقفون يستقبلون قبله ويدعون له بعد الدفن الآن هذا يعينه لأنه الآن يسأل بعد الدفن مباشرة شوفوا حطوه وأهالوا عليه التراب يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه خاص تبدأ قضية يعني الآن حياته يعني ثانية وجديدة ومختلفة تماما عما كان لأن فيه حياة الجنين في بطن أمه وحياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة إذن يستحب المكث عند القبر بعد الدفن لدعاء للميت ومن حق الميت الحداد عليه الحداد المشروع الزوجة أربعة أشهر وعشر أيام ويعني بقية النساء مثل الأخت والبنت إذا أرادت تحد على ميت ما تتجاوز ثلاثة أيام طبعا ما هو الإحداد ترك الزينة يعني دقات والله أنا ما أبغى ألبس حليا ولا أبغى ألبس ملابس جميلة ولا أبغى أحط عطر ولا أبغى نقول طيب عندك ثلاثة أيام الشريعة راعت مقتضى الحزن النفس البشرية وأما الزوجة أربع عشر وعشر أيام يجوز للمصاب يعني من بقية أهله أن يحد عليهم من لا تجاوز ثلاثة أيام أما قضية والله أغلقوا دكاكين الميت أربعين يوم وعطنوا الشركة ما أدري كيف طبعا لا يفعلونها حرصا على المال لكن يعني بعض الناس قد يغلوا ويغالي في هذا وأهم شيء ترك النياحة طبعا والندب واللطم وشقل وندف الشعر وشق الشعر وحلق الشعر وتقطيع الشعر وشق الثياب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من أمن أطم الخدود وشق الجوب ودعب دعوة الجاهلية في فضيلة الشيخ ما ينتشر عند نساء بالذات يعني في سواء يعني زوجة الميت أو من حوله من أقاربه كثرة لبس السواد هذا من عادات النصارى من عادات النصارى ولا يجوز تقليدهم فيه لا يجوز أن يقلدوا في هذا طبعا نلاحظ أيضا النياحة النياحة الآن يعني ماذا يحدث أحيانا في نشرات الأخبار أو لما يجيبوا لقطات مثلا من بيت واحد مات لأن الآن الأموات كثر وفي العالم الإسلامي مصائب مصائب في العالم الإسلامي دائما فيها هنا المحتلون قاموا بقتل مدري إيش وهنا قام المعتدون بكذا وهذا تفجير في مدري فيه فتأجي الآن لقطات تجيبوها من أنحاء العالم الإسلامي كثير منها فيها ضرب الوجه ضرب الوجه ضرب الرأس صياح وكذا ومساحات السيارات تشتغل هذه ما أشياء الله ما أنزل الله بها من سلطان لأنه هذا المؤمن ماذا يجب عليه أن يفعل الآن يصبر لأمر الله ويرضى بقضاء الله وقدره ويسكن قضية التقطيع والضرب وكذا ما حرام ما تجوز نعم يبكي لا بأس دمع العين لا بأس حزن القلب لا بأس لكن لا نقول إلا ما يرضى الرب الله إنا لله وإن إليه راجعون أي نعم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواطن إذا حزن فيها يعني تدمع عيناه ويعني رحمة رحمة قال يا ابن عوف هذه رحمة لعلنا إذا فضيلة الشيخ نقف عند فاصل قصير يعني لدينا مسألة مهمة وهي فيما يخص يعني الوصية وما للوصية من أهمية وأيضا تحقيق هذه الوصية والعمل بها ولكن بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع فضيلة الشيخ فابقوا معنا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة